السلام عليكم الله وبركاته وزيكو وغباركو ايه؟ معكم محمد غلق تخيل معايا كده صراع ما بين مصمراي وبين مغولين مين اللي اكسب؟ تعالوا بقى نتكلم النهاردة عن أغرب اكتياح للمغول ديلي يا بقى؟ ومش مرة واحدة ده مرة ايه؟ طب قبل ما نبدأ الفيديو بقى ياريت تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب القناة عشان تشوف فيديوهاتنا بشكل مستمر وطبعا ما تنساش تبص على المصادر تحت وتبص برضو على الحلقات اللي فاتت طب خلينا نرجع للحلقة اللي فاتت واتكلمنا عن قبلاي خان ان هو اساس امبراطورية يوان ده غير ان هو غزة كوريا اللي كانت تابعة للمغول اسميا بس غزاها فعليا وبقى تحت حكمه فعليا من 1295 وديلي اهمية هنتكلم عنها بشكل مفاصل قبلاي كان بيحارب مملكة صونج حرب مدمرة وكانت حرب طويلة جدا والحرب دي استمرت سنين كتير بس كان خلي بالك ان كان في حد تاني بيساعة صونج وكان فيما بينهم علاقات تجارية كبيرة بالزبط اليابع بس علاقات ما بين المغول واليابان ما كانتش عدائية في الاول بالا العكس قبلاي كان في الاول كان بيخاطب ودهم كان بعطلهم في الاول رسل حوالي سنة 1266 وبيطالبهم بس في الجزية وبالمناسبة الرسل ما كانش فيه اي تهديد غير اللي هو احنا عايزين علاقات بس جميلة بس ما تبقاش فيه حاجة تانية بس من الاخر اليابانيين نفضوا لهم وهنا قبلاي اللي كان بيسمي نفسه السيد الكون ما تقبلش حاجة زي كده واعتبرها اهانة وان هي حرب بالفعل في سنة 1268 بيتدي استعداداته كبيرة جدا ان هو يعمل غزوة كبيرة بحرية لأول مرة في تاريخ المغول غزوة بحرية ناحية اليابان بس بيحصل حاجة بيحصل تمرد في كوريا والتمرد ده على اسره ان فيه اخبار بتنتشر وبتوصل لليابان ان فيه استعدادات لغزوهم وهنا اليابانيين بيستعدوا بالمناسبة اسم القائد اليابانيين كان اسمه هوجو تاكاموني وهوجو تاكاموني بالفعل بيبتد يعمل استعداداته ويرسل جنود للجنوب اللي هو ممكن يكون فيه اقرب منطقة انزال للمغول ولكن نخلي بالنا برضو ان المغول كان مستنزفين في حربهم مع مملكة صونج ولكن مع سقوط شانج يانج المدينة الحصينة بتاعت صونج واللي كانت مهدة سقوط صونج قبل كده وكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت دي سهلت جدا ان الموارد اللي كانت مستنزفة عند المملكة دي يوجهوها لهجوم تاني خالص وهي اليابان فعلا والفعل بيبتد يتحرك الاسطول المغولي في هجوم كبير في 1274 الاسطول ده كان مكون من 300 سفينة حربية كبيرة ومن 400 إلى 500 سفينة صغيرة وعد جنود تقريبا كانوا حوالي 30 ألف جندي والفعل الاسطول زي ما قلنا ان هو بتحرك في آخر سنة 1274 وبيقدر يوصل لجزر يابانية وبيحتلها بدون مقاومة كبيرة وبعدين المغول بيوصلوا الخليج الكبير اللي هيزين يعملوا عنده الانزال اسمه هكاتا ولكن بيلاقوا ان اليابانيين بالفعل عملوا استعداداتهم موجودين ولكن مش بها عدد كبيرة ويبتدي الانزال وبتحصل معارج كبيرة جدا ولكن يبرز فيها المقاتل الساموراي اللي بيكون ند فعلا قوي للمغولي وبيقدر فعلا الساموراي ان هما يصيبوا قائد المغول نفسه كمان بسهام وبش كده بس ده بيسرق حصانه كمان وهنا القائد المغولي بيرى ان هما ينسحبوا للبح بحيث ان هما يقدروا يقاملوا هجوم في وقت تاني بحيث ان هما يكونوش مستنزفين طول الوقت من الساموراي ولكن زي ما بيقولوا في المثل تقت الرياح وبما لا تشتهي السحن بيحصل اعصار عنيف جدا وبيضمر جزء كبير جدا من القسطول وبيرجع بقية القسطول للصين وتفشل الحملة الاولى على اليابان هل الاعصار ده هو السبب الرئيسي ولا لا كلام كتير بيقول ان الاعصار ده فعلا ممكن يكون حصل ولكن الاعصار ده اساسا في احتمالية كمان ناس بتقولك لا لان قسطولة القاتلين المغول ما كانش ينفع تكسر ان هما قبلوا ند قوي ليهم زي الساموراي فكان يقولك حاجة زي الطبيعة هي القسطر ولكن قبل لا يبعت رسل تاني في سنة 1275 ولكن اليابانين المرة دي يقتلوه فبتالي كده المغول راجعين راجعين ولكن بتسقط مملكة صونجي تماما بعدها 4 سنين وهنا بيفضل مغول تماما لحرب واحدة وهي اليابان وهنا قبل لاي بيستنزف كل موارد المغول لأكبر حملة بحرية حصلت في التاريخ يعني من وقتها لغاية انزال نورماندي ممكن الارقام كانت جزافية شوية لان الارقام في الوقت ده كانوا بيجازوا ولكن الارقام فعلا لو حقيقية هتبقى رقم مهول احنا بنتكلم هنا عن اسطولين اسطول طلع من كوريا بأربعين الف جندي على متن تسعمائة سفينة كبيرة الاسطول الثاني طلع من جنوب الصين ستين الف جندي على تلات تلاف وخمسمائة سفينة غيرة انتسان على الارقام بس الضعف المغول اساسا معرفتهم بالبحر حصل ان الاسطول الجنوبي بيعاني كتير جدا وبيحصل فيه مرض كبير والفساد في الاكل كتير وبيموت ناس كتير منه كمان ملغيت ما بيوصل اساسا وبيتأخر كمان الاسطول الجنوبي في نفس ذات الوقت الاسطول الشمالي بيوصل وبيقدر يسيطر على بعض الجزل اللي كان سيطر عليها قبل كده وبيسيطر عليها بسهولة ولكن بعد كده يحاول يعمل انزال ولكن اليابانيين في الوقت ده مكانوش نايمين عالعكس اليابانيين كانوا بيعملوا تجهيزات كبيرة جدا وعملوا صور بحري على مدى 20 كم فبالتالي ان انزال المغول اساسا في خليج هكاتا ده كان شبه مستحيل فكان الاسطول الشمالي فشل ان هو يعمل انزال كبير في نفس ذات الوقت اخيرا الاسطول الجنوبي اللي كان متبهدل بيوصل وبيقدر يعمل انزال ولكن المقاطرين اللي كانوا اساسا صينيين اللي كانوا من الممالك اللي لسه مفتوحة مملكة صونج ما كانش عندهم النية بالتضحية بنفسهم لاجل زعماء ما يعرفوهمش اساسا فبالتالي ان كان اساسا روح المعنوية مش اعلى حاجة ده غير ان اساسا لضعف الاتصال ما بين المغول على الصينيين على الكوريين وضعف اللغة وضعف الترتيبات القيادية خلق ان الاسطول الجنوبي غير متواصل تقريبا مع الاسطول الشمالي وهنا الاسطول الجنوبي بيبقى فيه جزء منه على الارض وفيه جزء منه في البحر وهنا الساموراي بيعملوا حرب استنزاف حقيقية وبيقدروا ان هما يدمروا سفن في البحر عن طريق سفن بتصطدم بها مشتعلة او ان هما بيطلعوا في نص الليل ويقتلوا وينزلوا تاني ويهربوا من السفن الصينية او السفن المغولية فبالتالي ان هو بيحصل حرب استنزاف كبيرة جدا ولكن بيجي نص شهر اغسطس في السنة 1281 باعصار خرافي بيضمر نص الاسطول الجنوبي وتلت الاسطول الشمالي وهنا يرجع الاسطول المغولي غير منتصر وهنا بينتصر اليابانيين للمرة التانية بسبب البحر او بسبب الاعصار ايهم تختار وبتفشل حملتين كبيرة جدا ودول اللي استنزفوا خزائن المغول بشكل كبير جدا وهنا بتبتدي فترة جديدة جدا من حكم قبلاي فترة دي ان هو يبتديها بقى منهار مكتئب وبيعززه موت زوجته وموت خالفته اللي هو ابنه فهنا بيبتدي ينحسر في الشرب والاكل وبيموت وهو عنده النقرس وحاجات كتيرة جدا ولكن اللي بيستولع الحكم فعليا وزراء فاسدين وهنا تبدأ فترة حكم تانية خالص ولكن قبلاي بيبتدي يطلب هجمات تانية بيطلب حجمة جديدة على اليابان وحملة تالتة ولكن ما بيتمشي ترفيزها ولكن هجوم على ثلاث دول ممكن نتكلم عليهم في الحلقات الجاية على بورما وفيتنام وجعفا اللي هي حاليا اندونيسيا ايوم هينجح؟ ايه اللي هيتبقى النتائج فيها؟ يا ريت تنزل بقى تعمل لنا لايك للفيديو اشتركوا القناة عشان تتابع الفيديوهات الجاية ان شاء الله تنساش تعمل زر الجرس عشان تشوف فيديوهاتنا اول ما تنسى ونشوفكم الفيديو الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة